اشتركوا في القناة إذا إخوتي الكبار يأخذون وجه الأرض ويجعلون لي أدناها وأسفلها في مكان لا يمكن أن يبنى فيه بنا قلت لهم العدل هذا نوع من الظلم قالوا تريد ذلك وإلا فاضرب رأسك في أقرب حائط عندك اللهم صلي على محمد يا إخواني أنا أخوكم والدماء في عروقي هي دماؤكم قالوا ليس لك من الأمر شيء ولا تعترض قال فغضبت وأتيت إلى أمي وقلت لها أمه إخوتي منعوني ومنعوك وأخواتي حقي قالت وفي السماء رزقكم وما توعدون قال فانفتح لي في الأفق نورا أضاء لي ما بين مكاني إلى أرض نجد التي أريد الرحيل لها قال فلما أصبحت ذهبت إلى إخوتي وهم يجتمعون في بيت لأكبرهم فقلت أشهدكم أن الأرض التي منحتموني إياها هي هيبة لكم قد تنازلت أمي وأختي وأنا ونحن رزقنا على الله شدهوا قال فانطلقت إلى الرياض لا أجد أجرة من يحملني إليها دخلت الرياض واستندت إلى بيء إلى مكان في أحد شوارع الرياض التجارية من الإنهاك والتعب بعد رحلة طويلة قال فلما أن أذن العصر وصليت وعدت إلى ذاك الباب إذا بذاك المعرض يفتح فلما فتح صاحب المكان المعرض التفت إلي وقال أتريد عملاً قلت نعم قال وابتدأت ولا زال يحدون الأمل يقول بعد رحلة استمرت أكثر من أربعين سنة في العمل صار يؤسس الشركات تلو الشركات بشراكة ذاك الرجل الصالح الذي عمل معه واستأمنه على ماله يقول يا شيخ أتيت بأمي وبأخواتي وتزوجت بعد ذلك وزاد المال وكثر الأبناء حتى عدت إلى إخواني الذين طردوني من حقي لأبني لهم بيوتاً كباراً في الأرض التي انتزعوها مني وأقدمها لهم هدية رزقني الله لو لم تدع أمي تلك الدعوة والتي رأيت من بركة دعائها أن كل عسير بين يدي سينقلب يسيراً وكل عسر سيكون يسراً وإلا لجلست عند إخوتي أبكي إلى اليوم أنهم ظلموني كفكف دمعك واعلم أن العيش بالأمل معنى ذلك أنك أفضل من أولئك المحبطين الذين كسر الشيطان والأحزان ورفقة السوء والمحبطين والمتشائمين كسروا مجادف الأمل اركب اركب زورق الحياة زورق هو زورق الأمل وخذ في عباب هذا الماء ماء الحياة وأعلم أن الله جل وعلا إذا اطلع في قلبك فرآك تحبه وتثق في عطائه وترجو منه خيراً وتحسن الظن به أعطاك أعطاك حتى يدهش عقلك والله يدهش عقلك هذا الرجل يقول والله يا شيخ أني لا أعرف رأس مالي لأزكيه من كثرته وتفجري نابيع الرزق فيه مع أني ولدت من أب أو لأب كبير مات وأنا في بداية حياتي ما ورثت منه ريالاً إنما أخذ مالي اليوم يعيش على تريكة كبيرة من المال